موسيقى أحييكم في كل مكان عملية الانقسام تتصاعد وقصة الانسجام باتت غائبة والحديث هنا عن تحالف تقدم الذي ما زال يبحث عن الذات في ظل حديث كان موجود على مدار الفترات الماضية وهذا الحديث يتمثل في أن الأغلبية العددية على مستوى الحضور في مجلس النواب يمتلكها تحالف تقدم لكن بعد الانقسام الأخير وابتعاد عدد ليس بقليل من النواب وتشكيل كتلة سياسية جديدة تبحث عن عملية التنافس وإيجاد مساحة تمكنها من الحضور في المشهد السياسي ربما سيغير الكثير من ميزان التفاعل والحضور على مستوى الأغلبية العددية في مجلس النواب في السودية العاصمة لهذه الليلة نبحث في إمكانية أن يكون هناك استقرار داخل المنظومة السياسية بشكل عام والسنية بشكل خاص وتقدم على وجه الخصوص هل الأمور ذهب باتجاه أن يكون هناك مسار سياسي مختلف بعد العيد وكيف يمكن الحديث عن شكل هذا المسار هل الأمور ذهب باتجاه أن يتم التصويت على بديل للسيد الحلبوسي من الأسماء الموجودة أما أن السيناريو آخر ربما يتحرك في اللحظات الأخيرة وتضطر القوى السياسية من جديد إلى فتح باب الترشيح بعد الرضوخ لفكرة التعديل تعديل النظام الداخلي وطرح أسماء جديدة تنافس على هذا الموقع وكيف يمكن الحديث عن هذا الانقسام المستمر داخل المنظومة السياسية السنية والحديث بالتركيز وبالدرجة الأساس عن تحالفه تقدم وحييكم وناقشوا هذا الملف مع ضيفه هنا في الستوديو أستاذ علاء الكرخي ورحب بحضرتك أستاذ علاء وإيضا لأستاذ واثق جابري كل الترحيل بحضرتك أستاذ واثق وليبدأ منكم أستاذ علاء إذا ما أردنا أن نتحدث عن الانقسام أو الانشقاق أو التكتيك كيف يمكن أن نسمي الحركة الأخيرة التي حصلت بانقسام أو انشقاق أو تكتيك عدد من وات تقدم ابتداء لو أريد أخذ توصيف من حضرتك حركة الأخيرة شنو ممكن نوصف شكرا جزيلا لجنابك تحية لحضرتك وليقناتكم والأخ العزيز والضيف الكريم مشاهدكم الكرام يعني عندي حقيقة بداية أقول أن العملية السياسية باتت في العراق غير قادرة على معالجة الانقسامات السياسية بشكل الواضح ولا تضع مصلحة البلاد واستقرارها فوق أي اعتبارات سياسية ضيقة بالعودة إلى سؤال جنابك أنه أنا أعتقد أنه ما حدث الآن من تشكيل كتلة المبادرة بزعامته برئاسة السيد زياد الجنابي يعني أنا ما أشوف فيها تختلف كثيرا عن قضية تأسيس تحالف الصدارة لأنه ربما شعر السيد الحلبوسي من خلال أكيد قراءة السياسية وهو رجل معروف بقراءات السياسية يعني العادة تأتي بالنتائجها جيدة أنه شعر أنه البصاد قد يسحب من تحت أقدامه خصوصا أنه القوة السياسية السنية أمام مرحلة انتخابية قادمة لذلك أنه أنا أعتقد أنه قضية المبادرة هي مناورة الغاية من عدها أنه كسب ود الأحزاب أو القوة السياسية التي تركه مناورة من من صلى الله مناورة من قبل السيد الحلبوسي أنا أعتقد بالتكتير بالتكتير لأنه إذا لاحظنا الأخوة النواب الموجودين هم الأقرب إلى السيد الحلبوسي من حيث النشاط والسلوك والتعاطي السياسي وبالتالي أجد من الصعوبة بما كان أن يدب الخلاف بين تلك الشخصيات وهذا ما يعني بأنه ماكو خلاف بالتأكيد هذه السياسة يعني لا عدو دائم ولا صديق دائم لكن أنا أجزم بأنه القضية ما هي إلا مناورة الغاية من عدها هذا استنتاج تحليل لو عندك معلومة يعني خليني أقول استنتاج أكو معلومة لكن أنا مود أكون دقيق مع جنابك ومشاهدين لا هذه استنتاج أقرب إلى الحقيقة لأنه أنت تعرف حضرتك البيت السياسي السني انقسم على نفسه وبالتالي حالة الانقسام هذه يحتاج إلى لملمة وجهود حثيثة وسعي بهذا الاتجاه يعني أنا أشوف مو من المنطق أن يسلم الحلبوسي الرائع بهالبساطة هذه خصوصا أنه ما زال عدد لا بأس فيه من النواب معاه شنو هدف هذا التكتيك من الحلبوسي؟ كسب ود القوة السياسية الأخرى من أجل انهاء أزمة اختيار رئيس البرلمان على أن لا تتعارض مع توجه الحلبوسي بالمرحلة المتبلة على حساب عنوان حزبه وتماس كادر حزبه؟ يعني ما أعتقد أنك شيء وصل إلى عنوان حزبه هو حزبه أخذ استقراره يعني حتى لو فرضنا جدلا بأنه الانتخابات القادمة قد تؤثر على وضع الحلبوسي نعم ربما تؤثر لكن مو للحد الأعلى التي قد تؤثر على وضعه والإمكانيته أو مساحته مع جمهوره في الأنبار تحديدا وانسحابا إلى بقية المحافظات أجدها مناورة وأعتقد بأنه مناورة دقيقة وفي وقتها صحيح لأنه لا مناص من اختيار رئاسة البرلمان حتى لو كان واقع الاختيار على السيد سالم العساء وبالتالي الأيام حبلة بالمفاجئات نحن خلينا نقول لا تعارض مع أي فوة سياسية موجودة لا تعارض مع زعامات سياسية موجودة لا تعارض مع مصالح سياسية موجودة ما دامت القضية قائمة على توفق تمام صد علاء أنا راح أعود لك وريد يتحدث عنه كيف سيتعامل الإطار مع هذه المناورة وراح بحضرتك صد واتق وأسألك بما كان يتحدث مين صد علاء تتفق ابتداء مع هذه الرؤية أن ما حصلت من تشكيل لكتلة بعنوان المبادرة هو تكتيك من تقدم ومن الحالبوسي نعم شكرا جزيلا لكم تحيير لكم شاذيكم الكرام لضيف الكريم لأنا أعتقد أن هذه الانقسامات هي جزء من مشكلة عراقية وهذه المشكلة العراقية أنه فهم التعددية إلى تعددية مفرطة وانقسامات مستمر يعني نحن نشوف أحيانا نائب يختلف أحيانا حتى على تسلسل القائمة الانتخابية يروح يطلع بقائمة الانتخابية وبالنتيجة ينقسم ويأسس حزب وهكذا وزير كذلك والخلافات في داخل الأحزاب أي اختلافات في وجهة النظر ممكن تؤدي إلى انقسامات ونحن المفترض هذه الديمقراطية يعني بمرور الوقت وابت التراكمية والتراكمية من المفترض أن تتقلص عدد الأحزاب وتتجتمع فيما بينها تتوحد الأداء فراءة وبالتالي يقل عدد الأحزاب يعني نعم خرجنا من الدكتاتورية والأحزاب وجدت هذه أو الشخصيات وجدت هذه أنه تشكل الأحزاب لكن بمروا الوقت المفترض تتقلها الأحزاب لكن نحن كل انتخابات تبدأ تزيد عدد الأحزاب وهذه النتيجة طبعا اللي موجودة يعني هذا ما موجودة فقط عند الأخوة السنة وعنما موجودة في الشيعة أيضا وفي الكرد أيضا شوفوا الأحزاب الأقراط كانوا حزبين واليوم كم حزب أيضا الإطار والأحزاب الشيعية كم من الأحزاب والحركات وجايك كل قسام جديد وكل إنسان يعني شخص تاجر وجهه بالمجتمع إعلامي سووا حزب ونزلوا وهكذا وبالنتيجة اليوم هذه الخلافات اللي موجودة داخل المكون السني هي ليست وليدة اللحظة يعني احنا كل انتخابات رئيس برلمان هم ما يدخلون بقائمة واحدة يعني أو ما يأتون بمرشح واحد للتفاوض والتفاهمات السياسية وما صار جيد هسابي راح نناقشها لكن ابتداء هو هل ما حصل أخيرا في الإعلان عن كتلة سياسية جديدة داخل البيت السياسي السني هو تكتيك لو لا حالة انقسام جديدة لا لا أعتقد انقسام لأنه بالنتيجة اليوم يعني القوة أدركت أن السيد الحلبوسي متمسك جدا يعني ترائسه لتقدم ترائسه لصدارة المشهد السني لذلك هو عمل خلال السنوات السابقة على أنها كل الشخصيات السياسية البارزة في المشهد لكن بعد انتخابات مجالس المحافظات بعد قالتها من البرمان بدأت تبرز تحالفات جديدة وهو جديدة وبدأ الفرط أول من فرطه تحالف السيادة وتحالفت قوة في مجالس المحافظات وبالنتيجة هذا حراك يعني بشكل طبيعي لكن اليوم إصرار الحلبوسي على أن يأتي مرشح من تقدم مشرطة لا يكون من الأنبار وهذه يعني هذه واضحة النواية بدأت يعني الكتل السنية تفهمها قبل الكتل الأخرى تعتقد أن السيد الحلبوسي يريد أن يهيمن على الأنبار باعتبارها هي المركز أو يعني ربما مسيطرة على المشهد هذا المكون وبالنتيجة المحافظة على المكتسبات اللي حصل عليها خلال هذه الفترة ذلك يعني هذا الحديث يعني حتى داخل تقدم هذا الحديث موجود لماذا يصير على ترشيع شخصية من خارج الأنبار وإلا إحنا راجع المشهد خلال فترة حلبوسي بسينا كل الأسماء السياسية اللي موجودة كانت بالمشهد يعني سابقا نتحدثني في حديث سابق يعني من قناتكم أنه وين الشخصيات اللي كانت بالمشهد السني هذا يقدم أريحية للإطار حالة الانقسام المستمرة في البيت السني والله هو الإطار أيضا عنده مشكلة يعني بطبيعة توجهاته المشكلة للإطار أيضا كل قوة سياسية لها رأي منها من يقول نذهب مع من يمثل أغلب هذا المكون منهم من يريد يعني الإطاح بالحلبوسي منهم من يريد أن يتحارف مع العساو منهم من ترك النواب أحرار وهذه طبعا إحنا العرف السياسي أو يعني عادتين يعني النواب لا يتركونا أحرار مفترض الكتلة تتحكس وتناقش وبالنتيجة تخرج برأي إحنا اليوم نسمع رؤساء الكتلة يتحدثون يقولون تركنا النواب أحرار هذا بما معناه أنهم لا يريدون أن يعلنوا عن تبني موقفهم أكيد لديهم موقف لكن لا يريدون أن يعلنوا بشكل صريح ما يريدون نزع جيد سيد باب تمام خليني أنتقل بالحديث مع المتحدث الرسمي باسم حركة نازل أخذ حقي لأستاذ خالد بريد بحالة انقسام جديدة في إعلان كتلة سياسية تحت عنوان المبادرة ضمن شخصيات كانت حاضرة في تحالف تقدم والحديث أيضا عنه ربما انقسام قد يكون حاضر في الإطار في بيوتات سياسية وعناوين سياسية أخرى هل يشكل ذلك حالة إيجابية في المشهد السياسي بأنه يعزز من نظرية القوى المعارضة للنظام السياسي الحالي من أن العملية السياسية الحالية ما عادت قادرة على الاستمرار تحية طيبة لحضرتك تحية طيبة للضيفين الكريمين حياة كريم وبتحية موصولك لخلافكم الكريم يعني بصراحة إذا ما عدنا إلى عام 2005 ومثل عام 2005 من وجود هذه القوى التي قامت على أساس التواطق والمحاصصات كانت هي قوى معدودة لا يمثل المكون حسب وصف السياسيين تقليديين سوى قوى أو قوتين تقاطع المصالح استمرار النزاعات والصراعات أصبح كل مكون هناك أكثر من قوى سياسية تتناحر على مكاسب معينة وهذه التقاطعات وصلتنا قبل أكثر من عام ونصف إلى ما يعرف بالإنستاد السياسي وما حصل داخل المنطقة الخضراء في حينها في التظاهرات وكل حبة مجلس النواب إلى آخره ذات الوقت ما يحصل اليوم بخصوص موضوع رئيس مجلس النواب قوى الإطار من جهة هناك صراع واضح هناك مساحات انتخابية تتقاطع هناك رمزية في بعض المحافظات مهددة التفاصيل تلقي بظلالها على عملية اختيار رئيس مجلس النواب هناك قوى السين أوسطان تحاول أن تدعم مثلا على سبيل المثال السيد محمود المشهداني أو تذهب إلى دعم السيد طلال أو دعم السيد سالم حسب مصالحها وجود معارضة داخل هذه المنظومة بشكل أو بآخر نعتقد أنه مفيد ولكن أن تقوم المعارضة من باب المراجعة من باب الذهاب إلى حدوار وطني الذهاب إلى رؤية جديدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه وكنا نرى اليوم احتقان الشارع الشارع محتقن نعم هناك حكومة وهناك طبقة سياسية تحاول أن تقدم هذا ما نراه في الإعلام وما نلتمس من البعض الذي يحاول أن يجمل الصورة ولكن الواقع هناك مشاكل كبيرة إذن نعم العملية السياسية أو هذه الطبقة المتصدية هي تواجه أزمات وأزمة حالية كبيرة خصوصا مع اقتراب وصل الصيف إضافة إلى موضوع رئاسة مجلس النواب ومن الممكن أن تحصل أزمات أخرى كلما اقتربنا من موعد انتخابات وترسخ مقنوم لكن الأستاذ كان يتحدث في هذه النقطة وصف الأمر مثلا لانقسام الأخير بأنه حالة تكتيك بالنسبة لسيد الحلبوسي يعني المشكلة في قضية الجهة السياسية اللي متعلق بسعامتها السيد الحلبوسي واجهة ضغوط كبيرة واجهة تحديات تحدثت عن أغلبية تحدثت عن تكتيك بأعملية ترشح سيد محمود المشهداني كل هذه المحاولات لم تنجح في الأوبي آخر الذهاب اليوم إلى تحالف آخر تحت اسم مبادرة أعتقد جزء منه هو يتعلق بشكل الانتخابات القادمة خطوصا وأن هناك حديث على أنه من الممكن أن يكون هناك عميلية تعديل بالقانون الانتخابي مثلا بغداد ما تكون دائرة وحدة تكون عدة دوائر كثير من التفاصيل الفنية كل هذه الأمور واردة في حسابات السياسيين عند اتخاذهم للمواقف ليس بالضرورة أنه التحالف الجديد يذهب إلى دعم مرشح معين بقدر ما يحاول تحقيق مطالحة مع قرب الاستحقاق الانتخابي والصراع اليوم واضح في الميدان حتى ما بينهما نعم جيد لو أردنا نتحدث بشكل واضح صلخال هل المشهد الآن المشهد السياسي يسير باتجاه الانسداد التام الذي قد يعيد الأمور إلى المربع الأول وهو مربع ما قبل تشكيل حكومة السيد السوداني يعني أعتقد أن محاولات السيد السوداني وهذا الرجل حاوله جاهدا حسب ما نراه لننتحدث بالنوايا أن يقدم معادلة جديدة ولكن ما يحاول تقديمه يصدد بتحديات كبيرة جدا واليوم نحن نشاهد أن هناك دعوات واضحة من شخصيات مجتمعية في عدد من المحافظات للتظاهر أو حتى الاعتصام بسبب ما يوصف بهدر المال العام والفساد إلى آخره الناس هواية تتحدث يقول لك طيب ما نحن جاي نكافح فساد وأكون بلان تفصيله وأكون بلان خدمة تقدم ولكن عندما نكون حاضرين على أرض الواقع هناك مشاكل كبيرة هناك اقتصاد يتعرض إلى تحديات هناك قلة في فرص العمل هناك الكثير من المشاكل التي تهدد هذه الطبقة السياسية التي أصبحت في الآونة الأخيرة تتحدث عن إنجازات نتحدث عن وجود كهرباء ولكن في الحقيقة هذه الكهرباء متذذبة أو تعاني من مشاكل كبيرة نتحدث عن قطع التربية والتعليم وأدينا الامتحانات بشكل جيد ولكن الطالب يأدي الامتحان بالمركز الامتحاني بدون طاقة كهربائية أو تحت وضع الضعف المستلزمات أو تحت كثير من المشاكل متعلقة بالمناهج والكوادر التدريسية والكثير من الأمور هذه المشاكل هي التي تهدد استقرار هذه الطبقة السياسية لأن المواطن بشكل أو بآخر سيصل إلى مرحلة اليأس من أن تستطيع هذه القوة السياسية من تقديم حلو الناجعة هذا يعكس بضلاء على هذه الطبقة السياسية والصراعات ستتمر لأن لكل أسف المتصدين في هذه الأحساب وفي هذه الحركات السياسية يبحثون عن مصالحهم ومصالح من يكون داعم لهم بالانتخابات ولا يفسرون بأغلبية صامتة تقاطع في كل عملية والصد خالد أنا راح أرجع لك ونقشك بهذه التفاصيل لكن خليني بما ذكرت مع الأستاذ على أنت كنت تتحدث عن فكرة التكتيك الأستاذ واثق والأستاذ خالد ربما اقتربوا من مساحة الصراع ما حصل وما سيحصل هو ليس تكتيك هو حالة انقسام حاضرة في المشهد السياسي وهناك من يقول أيضا أن تقدم كحزب بات عاجزا عن مواجهة التحديات التي يمر بها سواء كان على مستوى حسم رئاسة مجلس النواب أو على مستوى ضبط الإقاع داخل الحزب تقدم أنا أشوفه مو حزب سهل بحيث حالة التفكك الآن اللي صاير بالبيت السياسي السني قد يتأثر هو بالدرجة الأساس لو وضعنا اليوم المنظومة السياسية السنية بأحزابها تجد القضية ما محصورة فقط في تقدم طبعا بس الصراع موجود ومسحوب على عزم والسيادة وحسم وحسم أعتقد أن تمر الآن بمشكلة كبيرة مسألة الحفاظ على ضبط الإقاع داخل مجلس النواب منوض باتفاق سياسي قادم شيء معنى أنه القوة السياسية الآن موجودة مهما كان الأثر مهما كان الأثر كان إقليمي دولي داخلي لكن أنا أجد ومن خلال متابعات في مجلس النواب بأنه ما دامت القضية محصورة ضمن الأطر المصلحية فماكو شيء مستبعد إلى آخر حد والفرص أعطيت مو فقط للسيد الحلبوس إذا أردنا نسولف على نتائج انتخابات 2018-2021 قوة سياسية موجودة لها تاريخ مرجعي لها تاريخ جماهيري ما حققت نتائج جيدة أو جابت مقاعد لكن ما تخلوا عنها في عملية يعني خلينا نقول تأسيس أو في مشروع سياسي معين أو الاتفاق مع قضايا مهم قدتهم البلد كانت حاضرة وخاصة في تحالف إدارة الدولة تقدم الآن هي نعم نقدر نقول لانسحاب تراجعي خلينا نقول لكن ما أعتقد أنه تقدم رح تسلم الرأي بهذه السهولة أنا أعتقد أنه حتى القضية ماذا يريد لتقدم أن يترك الرأي؟ يعني خوصة ما بالتأكيد من أبناء جلدة تقدم يعني العزم والسيادة وحسم بيشي الإطار ما يريد لهذا الدول؟ الإطار يتعامل مع واقحان نعم هو إهم يكون الرئيس البرلمان مو بعيد عنه بالتوجه لكن بالتالي القوة الإصلاحية داخل الإطار تدعو إلى أن يكون هذه القضية وأن تكون هذه القضية محصورة ضمن الإطار السني تعديدا ليش؟ أكو إصلاحين ومحافظين بالإطار؟ نعم تأكيد يعني أكو جهات إصلاحية تحاول أن تعبد الطرق أمام المحافظين المراحل المقبلة لأن القضية باتت محصورة أمام المحافظين لأن هذه الضرورة السياسية العزم شوف أنت المراحل القادمة للقوة السياسية إذا بقت بهذا التوجه بالتالي راح تكون محصورة أمام السقف الزمني لانتخابات مجلس النواب طيب خلينا نحسبها ضمن الجدول الزمني ما بقى على انتخابات مجلس النواب إلا سنة وشوية يعني أغلب القوة السياسية مجمع أنه شهر العاشر وعنده كربعة شهر خمس وعشرين راح تكون تصريف أعمار راح تكون كذا إذن لو نحسبه حساب تقدم من مصلحته يكسب الوقت من مصلحته ليش؟ هسه اختيار من الأنبار اختيار من صلاح الدين من ديالة مو بالضرورة يعني يقلوا للمدة زمنية يعني أعتقد بأن الحلبوسي مو هم أنه يكون رئيس البرلمان من الأنبار أو من غير محافظة شهر وإن شاء الله يجي من البصرة ما عنده مشكلة الهم أنه كلما ضاق التوقيت الزمني لإجراء الانتخابات أعطيت المساحة إلى في أن يتمدد مرة أخرى لأنه المنصب الآن لو نحسبه حساب عراب أنه ما بقى قلنا سنة وشوية يعني في حال اختيار رئيس برلمان يعني كل شهر أو شهرين وكذلك فتكون قضية تشريفية ليس قضية رئاسة برلمان ومعالج القوانين وزحف على جمهور وتلبية وتطلبات وما بقى الشيء قضية تشريفية يعني إذا أراد سيد سالم العساوي أو غيره يعني بالحساب الانتخابي السنة ربما ما سوى شيء وهو سابق بسنين نعم ربما تستثمر لكن لو أخذنا تجربة الحلبوسي بسنة هواي أشياء سوى ربما سالم العساوي يكرر ما فعله الحلبوسي على مستوى الأنبار على الأقل الفرق يبدأ تأثير السلطة سال علي الفرق أكو سنة بإجماع وأكو سنة بها تنافس وما بها إجماع السنة اللي اشتغل بها جنابك دول الحلبوسي كان أكو إجماع كان السيد خميس الخنجر معاه مثنى سامر رئيس ما يتقاطع معاه ربما أكو منعوشات تصير لكن هاي سنة تحديدا كانت النية إنجاح السيد الحلبوسي من أجل أن يحقق شيء للمكون أما الآن القضية مو قضية أن يحقق شيء للمكون الآن هنا أنا أتنافس على سلطة من أجل منافسة انتخابية بالتالي الفائدة تكون مرتين الأولى أنه يقصر المدة لاختيار رئيس البرلمان وبنفس الوقت يجد أو يفعل هاي ديناميكية التفكيك الآن اللي تتصير بالقوة السياسية السنية هادي كل ما رح يتشر النواب بهالشكل هذا خلينا نجي على قضية يعني زيادة الانقسام من مصطحة الحلبوسي الآن يعني اللي جماع دي خوف يعني آن وياك من التفقيل آني عندي أربعين وانت من وياي شنو المشكلة إذا أنت مسواها سيد طارق ويرضى لنفسه هذا الدور في تشتيت شنو المشكلة إذا هو قوة المكون وظل محافظ على وضعه هنا القضية رح تطلع من خانة المكون لا ما هو خلص على الأقل المبادرة هم جزء من نوابه بالتالي انتلكوا عنوان آخر شملة هذا الانقسام والتشبه السيد طارق الهاشمي هو رجل من قيادات الحزب الإسلامي بالانتخابات 2006-2010 الحزب الإسلامي حقق 2010-2014 صار أكو ما كان مقبول حل الحزب الإسلامي أحشيلك ضمن البيئة السياسية السنية فقدر بمناورة أن يشكل قائمة اسمة تجديد حقق اللي ما حقق الحزب الإسلامي بالأصل وبالتالي ما أثر شيء على وضعه بالعكس هو هو دعم الحزب الإسلامي بهذه المناورة وبالتالي يظل محافظ على وضع الحزب الإسلامي كجمهور وكتوجه سياسي فأني أعتقد بأنه التوقيت الزمني هو العامل الأساسي اللي السيد الحلبوسي دا يلا تمام أستاذ واثق بين الإصلاح حركة الإصلاح وحركة المحافظين اللي كان يتحدث عنها للصول على الآن لو أردنا أن نحمل بالدرجة الأساس قصة تأخر أو تأخير انتخاب بديل عن السيد الحلبوسي من يتحمل بالدرجة الأساس قوى الإطار التنسيقي أم حالة الانقسام والتشضي أو حالة التكتيك داخل البيت السني لا طبعا البيت السني هو من يتحمل يعني ليش مو الإطار 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 يعني أنا قلت يعني هو الإطار لو متفق على مرشح في الجلسة الأخيرة جلسة الثمانتاعش في شهر كان مرة في ومو كان مضل يعني ما هو إحنا العرف السياسي يقول أن رئاسة البرلمان حصة المكون السني ورئاسة الجمهورية للكورد ورئاسة الوزراء للشيعة هذه هو العرف السياسي لكن على أن هذا المكون يعني يتفق لكن المشكلة إنه يعني إحنا من عام 2003 خلي كون صريحين أستاذ علي من عام 2003 هذا المكون أو المكون السني لأقوة الكرامة يعني لحد الآن هم كأنما بعيدين عن الدولة العراقية هم يعني إحنا من اللي يوصل هذا المكون من وصل العراق إلى هذه يعني المشاكل الخلافات الدماء اللي دفعناه من اللي يوصل داعش هي خلافاتهم سبب الخلافات والصراعات يعني كل اللي صار بعد الفين وثلاثة بسبب خلافات المكون السني نعم إحنا أنت سيستشوف أنت لن تحمل مكون كل مشاكل العراق لا لا إحنا شوف إحنا مرت بالعراق يعني كثير من التجارب إحنا إذا ريد نترك فترة داعش واللي ما بعته من أحيان من صار التظاهرات والتظاهرات والخلافات المكون السني يتفرج ولا كأنه ما شريك لا دخل وسيط كأنه ما يريد أن يطيح بالمكون الشيء وبالتالي إحنا ياما نكون شركاء والكل يتحمل مسؤولية والعلاقات تكون على أساس هذا الوطن على أساس هوية هسا إحنا اليوم إذا رجعنا للمناطق ما هو إذا يشترك مثلا بعملية الاحتجاج اللي ذكرتها حضرتك راح تقول عمنا عنده مشروع إسقاط النظار يعني مو إحتجاج لا لا كان مؤيد للإحتجاجات لإسقاط هذه القوة بينما عندما ذهب التظاهرات إلا الأنظار رفضوا شوف إحنا ياما نكون شركاء نحافظ على العملية السياسية باعتبارها العملية السياسية هي وجود لهذه القوة لكن إنه كل قوة سياسية أنا ما أنفي إنه في الإطار أو في المكون الشيعي أو في المكون الكردي من يتمنى أن تكون خلافات في المكون الآخر وهذا غير صحيح يعني إنه ليس بمسرحة أحد لكن إحنا اليوم شنو يعني هم شنو الأوراق اللي يستخدموها الآن الأخوة في المكون يستخدمون النازحين المهجرين الكذا المهمشين المغايبين هل هو بالفعل يعني عمل على أرض الواقعة مويدا هل أو يخبرون السياسية مثل ما أجل لك المقابل يستخدم أوراق المقاومة نعم هذه الخضية يعني بالتالي هم يتصارعون لأنه يعتقدون هم دائما يتبعون من في السلطة لذلك يعني أنا أختلف مع استاذ علاء لا لو كان يوم واحد للانتخابات يعني سوف يرهنون عن من سيكون رئيس البرلمان لأنهم سيتبعون من في السلطة وضرب مثل أنه من في السلطة هم يصوتون لذلك الحلبوسي يقاتل الآن ويعتقد أن كل ما حصل عليه من مكاسب يمكن أن تذهب في حال ضياع السلطة بعد السنة راح يضيع كل شيء حتى لو كان بعد ستة شهر يشكل رئيس برلمان لو كان بعد شهر هذا يعتبر نصر وكسر لقوة أخرى وهذه المراهنة وإلا القوة السنية ممكن أن تتفق وتبلور يعني هو اليشتر لسي سالم العساء ومكان من التحالف اللي موجود به يعني مع تقدمه ممكن أنه تمضي العملية السياسية لكن الآن الحلبوسي يتمنى أن تبقى العملية بهذا الشكل يتمنى أن يكسب الوقت أو إلى آخر لحظة وتبقى العملية بالتالي يعتبر هذا نصر عليه القوة الأخرى تعتقد أنه في حال فوزها وحصولها على رئاسة البرلمان سوف تكسب الحلبوسي وستصدر المشهد في المرحلة القادمة جيد سيد خالد خلي نتحدث مع حضرتك بما ختمت به كلامك قبل قليل وهو رغبة السيد السوداني في أن يعمل في أن يقدم لكن هناك من يرى أن حالة الانقسام التي تحصل الآن على مستوى البيت السياسي السني وحتى على مستوى بعض قوى الإطار التنسيقي كما عبر رسال علاء في حالة الإصلاح وحالة المحافظين هي في النهاية وفي المحصلة من مصلحة السيد السوداني أن تستمر حالة الانقسام داخل البيوتات السياسية لتنشغل هذه القوى بخلافاتها بصراعاتها الداخلية وتترك له المساحة للعمل الحكومي ابتداء ولتنظيم أوراقه سياسية أيضا الاعتبار هناك بعض المصادر تتحدث عن أنه حتى الانقسام الأخير ربما فيه بحراكة أو جانب حكومي بالحديث عن موضوع السيد السوداني والحكومة بالتأكيد وعدم موجود خلافات ما بين هذه الأحزاب والحركات السياسية ومجلس النواب بشكل عام سيضي إلى أن يعيد اتلاف إدارة الدولة أولا ومن ثم الإطار التنسيقي أوراقه بخصوص مراجعة الحكومة وتحقيق مصالحه خصوصا ما إحنا اليوم إذا كان هناك حسم لقضية رئيس مجلس النواب أعتقد أنه نواب المناطق المحررة سيعودون بالضغط في القضايا المتعلقة بالمغيبين والعودة إلى جهب الصخة والكثير من هذه التفاصيل ممكن يكون هناك ضغط وحراك سياسي سبب حرج آخر للحكومة وفي ذات الوقت عملية الاتفاق داخل الإطار التنسيقي من الممكن أيضا أن تقود إلى حرج للسيد السوداني لأن بشكل أو بآخر تابعنا منذ عدة أيام وأسابيع بعض التصريحات التي تتحدث بشكل أو بآخر بطابع مساحة عمل انتخابي وتتحدث عن ضرورة أن يقدم مثلا رئيس مجلس النواب أو المتواجد في السلطة التنبيدية قبل ستة أشهر عن انتخابات استقالة أو ابتعاد عن العمل إلى آخرين كل هذه التفاصيل تؤشر أنه من مصلحة السيد السودان أن يكون الوضع بنوع من عدب الاستقرار ليتمكن من إكمال الكثير من الأمور التي يعتقد أو ووكابينة الحكومية أنها ماضية بالاتجاه الصحيح لكن أنا أريد أسئلك عن هذه النقطة بالتحديد مرة أخرى أنه السوداني الآن بشكل واضح ومباشر هو الرابح من ما تعاني بعض القوى السياسية من حالة خلاف انقسام تشضي يعني ما أعتقد راح يكون هناك ربح بمصلحة وطنية للجميع جيد هنا يأتي السؤال هي هل القوى السياسية السيد خالد التي نتحدث عنها عن مصلحة ضيقة والسؤال يأتي هنا أستاذ خالد هل القوى السياسية التي نتحدث عنها تفكر في المصلحة الوطنية هو أساني مجايب الحديد أما إذا تحدثنا عن مصلحة سياسية تتعلق بحزب سياسي أو حراك أو قائمة انتخابية ستشكل لاحقا لتأخذ التقل الأكبر من الأصوات وتحقق رمزية أو زعامة سياسية في بغداد أو في عدد من المحافظات فبالتأكيد استمرار هذا السلوك وانتحدثت في بداية اللقاء أنه راح يبضي إلى تشتت ونزاع أكبر ما بين هذه القوى السياسية وصولا إلى مرحلة المزايدة ومن الممكن بلحظة أو بأخرى أن ينهار الوضع بشكل كامل سياسي شنو نتائج هذا الانهيار اللي تتحدث عنه؟ يعني هذا الانهيار ممكن يوصلنا إلى حالة العدم الاستقرار مثل ما شكنا اليوم رئيس مجلس النواب شاغر لكذا شهر ورح نوصل لفترة طويلة بهذه القصة قد تجاوز حتى السنة وممكن ندخل الانتخابات القادمة ورئيس مجلس النواب شاغر ممكن نرى الكثير من القضايا والمشاكل الأخرى حاضرة اليوم مثل ما تحدثت قبل قليل من الممكن أن تكون هناك تظاهرات الناس اليوم في الشارع تستشعر أن هناك هدر كبير بالمال العام وممكن تكون هذه مشكلة أخرى بسبب هذه النزاعات وتفكير أطراف العملية السياسية بمصالحهم من الممكن أن نعاني انهيار في موضوع الطاقة الكعربائية أو في شحات المياه أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخي وإلى آخره من هذه التفاصيل وكل هذه الأمور بسبب انشغال القادة السياسيين بمشاكلهم على حساب مصالحهم لكن هذا شغل الحكومة بالجانب الآخر سيد خالد المفروض الحكومة متفرغة فالدة لا تستطيع أن يتحقق شيء هي معادلة متكاملة هناك سلطة إشريعية سيد خالد طيب أنا راح أرجع لك سيد خالد لكن خليني من جديد مع السيد على حالة المكون أرجع لك سيد خالد حالة المكون وطريقة المشاهدة أو عملية التفرج التي يمارسها كما عبر السيد واثق قبل قليل هو يتحدث إما أن نكون شركاء في كل المشاكل في كل الأزمات أو لا يمكن العمل سياسيا بهذه الطريقة بمعنى آخر وبشكل واضح ويتحدث المكون السني على المستوى السياسي يتفرج لا يشترك هو الشوكي صار مجال للمكون السني سياسيا أن يأخذ قراره ويشارك الحكومة بأغلب الفعاليات السياسية اللي كلا نحمل طرف على حساب طرف السيد واثق ذكر كلامه أن يحترم رأيه بالتأكيد وقال للتظاهرات اللي صارت وين السنة عنهم وأني أجابه وقل للتظاهرات اللي كانت بالأنبار وين هل نشياء عنهم وأدي نحولت إلى منصات وكذا ودخل وصار اللي صار المكون السني أنا أعتقد هو هو امتداد لحالة تهميش ما حدث الآن ما حدث وما سيحدث المراحل اللاحقة وما كان على المكون السني أن يبادل ولو بالحد الأدنى عانى من قضية التهميش وبعد عن القرار السياسي وبالتالي قدر شو ما مشترك في القرار مشترك لكن مو للحد اللي يخليه ياخذ قرار مكونة براحت مو للحد اللي يخليه من هو الصلاة لهذه طبعا بقية المكونات الأخرى يعني أنت رئاسة الوزراء معروفة بيد المكون الشيء وبالتالي بالفترة التي سبقت 2005 وامتدادها القضية معروفة للجميع هذه الإرهاصات اللي مرت بها الدولة تركت مسافات خطر بين الفريقين عولجت بعدين نسميها بالتواصل بالتفاعل داخل مجلس النواب عولجت لكن أنا ما أبدأ اليوم أذب الملامة على مكون وأترك البقية هو ذكر قال لكل شركاء نعم يفترض لكل شركاء لكن مو شركاء بس بالضهم خليكوش شركاء بالرفاهية بالقرار السياسي بالمساحة أنطيني أنت من بعد قبل فترة الحلبوس شوف المزاج الشعبي السني قبل داعش شكل والمزاج اختلف من بعد داعش داعش كانت محرك في تغيير المزاج الشعبي السني وخاصة بالأنبار على اعتبار الأنبار كانت المعقل الرئيس لداعش وانطلاق المناد طبعا اليوم تجي أنت نسوق فكرة أنه على المكون السياسي السني أن يجد حالة الثبات أو حالة الإجماع بالتالي الموجودين كأطراف سياسية داخل البيت السياسي السني هم ما يمتلكون حالة الإجماع إلا بالتنسيق مع البقية وأن أقصد البقية أنه بقية المكونات السياسية وأخص بالذكر مكون الشيعي الكريم وعلى هذا الأساس صار الانطباع العام موخوذ بأنه لا رئيس فرلمان يصير إذا مو بالاتفاق مع بقية المكونات وتحديدا المكون السياسي الشيعي ليش؟ لأنه هنا هنا قوة الشريك لو ضعف من اللي يمثل المكون السني لا ضعف وليس قوة الشريك أنت ما أنت هو نعم ما رس عليك بس بنفس الوقت أنت روح إجمع نفسك إجمع ربعك وصير قوي ولهذا كانت حالة الحلبوسي حالة فريدة لأنه هو حدث شوف بعض القوة السياسية السنية أطلقوا عليها صبي سياسة أول ما بلش وبالتالي هذا صبي السياسة يقدر يسحب البساط من تحت أقدامهم من خلال شنو؟ هو ما ما نزل من السماء لكن قدر يجر البساط من بعد ما استثمر المزاج الجمعي للسنة من بعد داعش بس فقد هذا البساط يعني خلينا نقول هاي السياسة يعني مو بالضرورة فقدها كلها خلينا نقول مجلب بعدها بالأطراف هاي السياسة مثل ما السيد المالكي فاز دورة الأولى الثانية الثالثة ما قدر يأخذها معللهم محقق نتائج جيدة نندر نقول هاي السياسة إذن هذا التحديث بالسلوك السياسي وبالمزاج وبالبرامج والمناهج قدر أن يعشق شغله ويشتغل صح بالتالي ما على الجميع إلا أن يتعامل يعني تريد أن تقول أن القوى الشعية تضع مسار أو خط محدد للقوى السنية يجب أن لا تتجاوز هذا الخط من مصلحتها في البداية هكذا ولكن الآن على اعتبار وانا ذكرت لك التيار الإصلاحي والتيار المحافظ على أقل تقدير هس إذا أريد نقول السيد السوداني من ياتيار أنا أقول لك ماسك العصب من النص لا يحسب على الإصلاحيين ولا يحسب على المحافظين ولكن الرجل يعني مسافة واحدة مع الجميع وبالتالي لا يتعارض مع توجه السياسي بالمرحلة المقبلة وأنا سامع من بعض النواب السنة أنه مشروعنا القادم مع سيد السودان السؤال الذي يطرح نفسه هل السودان اختيار ضرورة لو اختيار لأربع سنوات قادمة إذا كان اختيار ضرورة فبالتالي ديناميكية الخطاب السياسي والسلوك السياسي السني سيتبدل ليش لأنه ما عدت عدم مشكلة مع صاحب القرار ما عدت مشكلة لكن سابقا كانت أكو مشكلة مع صاحب القرار لأنه أي فعل أي فعل يصدر من القوة السياسية السنيين كانت على مستوى جماهيريا أو سياسيا أنت شماعة الأربع أرهاب مشلب بك إذن سدوان أنا أكو حراجة انطلاقت السيد السوداني وانا ذكرتها ربما رح تنطل أريحية للبقية أن يتعامل تمام هو في عملية المساحة لمن يمثل المكون حتى يتحرك بالطريقة التي تنسجم مع قناعاتك والتطلعاتك هذا واحد اثنيا عملية التواصلة والعلاقة مع القائد الأول والحديث هنا عن سلطة رئيس الوزراء الآن اختلفت وبالتالي اختلف التعاطي أنت ماذا تقدم ستحصل من المجتمعات الأخرى والحديث هنا ليس فقط عن المكون السني حتى من المكون الكردي أيضا عندما تكون عملية التواصل الإيجابية النتائج والمخرجات ستكون إيجابية في المحصلة المشكلة في من يمثل البيت الشيعي السياسية نعم أنا أقول متى المكون الشيعي اتخذ قرار يعني مخالف للأخوة السنة يعني إحنا بس لكن أكف هذا أشياء يعني على الأخوة هما لحد الآن ما مقتنعين بها أنه هي العملية يعني هي هذه الطبيعة أكو أخ أكبر وأخ أصغر وهذه العملية وبالتالي قوة العلاقة يعني بداخل العائلة بداخل أي تركيبة ممكن أكموا أن يأتي بالترتيب الأول والثالث وتمثيل ونسب التمثيل هذه إذا تحترم قوة هي للكل الأخوة يعني خلال هذه الفترة يعني هم كم مرة رغم أنه يعني رغم أنه الشيعة الأغلبية احترضوا على رئيس وزراء وتم تبديل رئيس وزراء وأنا أعتقد ضحف المكون الشيعي هو من وإلا المفروض اليوم يعني حتى مرشحين رئاسة البرلمان ممكن يحترض عليهم وهذا ما سواها لحد الآن هم يطرحون مرشحين ثنين ثلاثة أربع جاي يحضرونه ويرشحون وترك الحرية لكن إحنا إحنا اليوم وانت ليش تترك الحرية ببداية الحرية قصة المركزية مهمة هذا أيضا تكتيك من الإطار إذن الشيع ما أخذوا دورهم الحقيقة وإلا هم الأغلبية المفروض يفرضون على بقية القوة ويشترطون من ترشحون ومن لا ترشحون بالتالي هذه العملية حتى تمضي بهذا الشكل لكن الأخوة هل أنه الأخوة ما أخذوا دورهم لا الأخوة إحنا شو عطرنا كل المحافظات من أجل أعطاء الأخوة حقوقهم وما يقولون عن نبتهميش وحاربنا داعش ودفعنا الدماء وكذا من أجل أرضاء الأخوة وحتى التظاهرات اللي الأستاذ علاء اللي يقول عنه كل المكون الشعي كان يرفض التظاهرات اللي موجودة بالأنبار اللي تريد إسقاطه وقال هذه التظاهرات ودعشي لكن لكن كان أكو قوة وبشايخ وقوة سياسية وقوة سياسية بل موجودة في العملية السياسية وتؤيت هذه ثم إحنا اليوم إذا عندنا قضية اقتيار رئيس البنرمان ليش إحنا معدنا تحالف إدارة الدولة ما ممكن أنه الأخوة بمختلف بقوناتهم ويرجعون إلى تحالف إدارة الدولة وبالنتيجة يتناقشون ويطرحون لشخصيات اللي موجودة ونعرف منه برنامجه إحنا اليوم وهي هذي اليوم السيد الحلبوس مو المرة الأولى أنه تذهب الأمور باتجاه أكثر من مرشح في كل جولات انتخاب رئيس البنز السنوة بيكون أكثر من مرشح مرشحين اثنين وتحسن الأمور ليش هذه المرة ما نتحسن وإحنا كان عندنا يختلف على الحكومة السابقة كان الحكومة السابقة ماكو إتلاف حاكم اليوم عندنا إتلاف إدارة الدولة المفروض يجوين نقشون القوى الأخرى يجوين يسألون حتى تقدم يا تقدم أنتم كنتوا تختلفون مع المشهدان اليوم شو اللي يجاكم يجيبون شخصية أنتم كنتم يعني تتهموها بشتى الاتهامات وهي هذه إشكالية ليش ما تدعمون سالم العيساوي اللي كانوا يقب بالنفس التحالف لماذا سالم العيساوي هو يقدم نفسه ولا يطرح أحد من تقدم باختيار الحلبوسي هي هذه المفروض القوى السنية تقدمها لبقية القوى وتقنع القوى ويتفقون على مرشح بالنتيجة ما نبقى دائما بهذه الدوامة ولا الأقوى خمس نفرات صاري كتلة أربع نفرات صاري كتلة يعني إحنا سألآن ما جاي نفهم يعني حتى في داخل تقدم التصريحات هي ليست تصريحات موحدة الكل يصرح برأي الشخصية ربما هي يعني أدوات لضغط يعني على القوى الأخرى لكن بالنتيجة إحنا اليوم الأصوات واضحة وقوى الأطار طبعا هي مسؤولة عليها أن تتخذ قرار وتكون صريحة لا تبقى بهذه الصيغة أنه نحن من أعلن عن موقفنا الموقف للنواب لا على رئيس كل كتلة في الأطار أن يعلن أنه مع هذا المرشح ولماذا ومع ذاك المرشح لكن بنفس الوقت أيضا القوى السنية يعني سوى التقدم أو سيد العيساوي لحد الآن هما لم يقنع الرأي العام إحنا خلي تركوا لطبق السياسي لحد الآن لم يوضحوا أهدافهم وبرامجهم ولماذا يسروا على ترشيح خلينا في وقفة أخيرة مع الأستاذ خالد أستاذ خالد لو أريد أسئلك عن المعطيات والمؤشرات الموجودة هل تعطي انطباعا الأمور ذاهبة باتجاه أن يكون هناك ربما تقدم سلس باتجاه مشهد الانتخابات على مستوى التنظيمات والتحالفات السياسية أم أن الاقتراب من الانتخابات ربما سيبحثر كل الأوراق سينهي وجود تحالف إدارة الدولة وتكون هناك تحالفات سياسية جديدة قد تؤسس أو تؤسس هذه التحالفات بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعني بداية تعقيم سريع على مجمل مدار وبعدها أجيب على السؤال لك وبوقت سريع بداية مشكلة الأساسية ما بعد عام 2003 هو تكريس مقومة المحاصصة الطائفية نحن بدل ما نتحدث عن الرئاسات الثلاثة بمقومة الهوية الوطنية وكوني أنا عراقي أتحدث أنه سني شيعي كردي وهذا يقودنا إلى خطاف ثاني وكيف يسببنا مشاكل كبيرة وبنفس الوقت من أتحدث عن التضايرات في المناطق الغربية أو في الوسط والجنوب أتحدث بالكينون الطائفية وهنا راح ننجر إلى خانة أخرى ممكن أتهم أو أنتقد فهنا راح نمس بعض معتقدات الناس أو بعض توجهاتهم وهذا يسببنا أيضا المشكلة مشكلة هذه الطبقة السياسية هي في هذه الجزئية رسخ مقهوم المحاصصة انتقل مجتمعيا في فترات سابقة وسببنا مشاكل كبيرة اليوم عندما نتحدث أنه نتحدث بهويتنا الوطنية العراقية كبدنيين كجو احتجاج إلى آخر حتى نتعامل على أساس برنامج أنا بيوم أتمنى أنه السادة اللي يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب مو من أغلبية وغير أغلبية والمكون الفلاني أو إلى آخرين نتمنى أن نشوف مرشحين لديهم برنامج بخصوص الرؤية التشريعية الرقابية شنو برنامج خصير الأمد بعيد الأمد لما يعاني البلد من تحديات وفي ذات الأمر في باقي التفاصيل نجي للحل الحل هو في جزئية آدية أولا الآباء المؤسسين أو الزعامات السياسية التي وضعت الأسس للجمهورية السادسة في العام بشكل أو بآخر عمرها السياسي بدأ ينتهي وهي اليوم غير قادرة على محاكاة الشارع والشارع يمتلك نوعا ما نقمة كبيرة عليها هناك زعامات الصف الثاني ومن ضمنهم السيد الحلبوسي الذي بشكل أو بآخر يحاول أن يحاكي الشارع ولكن حتى اللحظة لم يستطع أن يتحرر من هذه المنظومة المحاصصاتية أن استطاع السيد العبوة السيد محمد الشاح السوداني أن استطاع السيد أن يتحرر من هذه المنظومة قوة ومن مشابهه بالترهية الجزئية من الممكن أن يكون هناك معادلة جديدة ما بين الشباب السعين إلى التغيير ما بين الشباب في هذه الحراكات هذه القيادات يصنع معادلة حكم جديدة في البلد نجي في قصة الانتخابات قصة الانتخابات بثلاثين ثانية كلما اقتربت جو الانتخابي نعم تضل سرخان كلما اقتربت جو الانتخابي وصد هذه المعطيات سيشتد الصراع المنافسة ستكون كبيرة من الممكن أن يكون هناك ضغط باتجاه تعديل فعالون الانتخابات من بعض أطراف الإطار السياحي وكانت الرؤية واضحة واليوم هناك حديث أيضا عن إمكانية استخدام البطاقة المؤحدة إلى جانب البايومتريا وممكن الناس يناكي يحترضون وناس يقونون بالضيق وراح يشوفكم قسامات وتشكيل تحالفات وفي ذات الوقت هناك تحدي كبير لبعض المحافظين الطامحين بأن يكونوا سعامة سياسية لبعض القوانين أنا أشكرك جزيلا شكر سيد خاد وليد شكر لحضرتك كل أصول على الأشكار شكرا جزيلا شكرا جزيلا وتحيركم دائما على طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا